كشف رئيس لجنة الأمن ودفاع النيابية عدن الأسدي عن توجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن عدد القوات الأمريكية في البلاد وقال الأسدي إن رئيس أركان الجيش الفريق أول ركون عثمان الغانمي أوضح لنا إنه لا وجود لقواعد أمريكية على الأراضي العراقية بأن هناك معسكرات عراقية موجودة فيها قوات أمريكية دورها تدريب الوحدة التابعة لوزارة الدفاع وتجهيزها وتسليحها فضلاً على وجود أجنبي آخر لتدريب وتسليح الأفواج خصوصاً في المناطق المحررة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى